أخوتي أخوتي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد الرحيم قناة الجالية العربية اليوم 5 ديسمبر 2020 عدنا لكم مجموعة من المواضيع الجديدة أول شيء بالنسبة لحالة الوبائية هنا في إيطاليا ثاني حاجة كان مطلوب عمال في مصنع ديال الدواجين يعني ديال الجاج هنا كان المزارع ديال الجاج وكان المصانع ديال التجميد الدجاج هنا راح طالبين عمال سواء كأوبرايو عاديين ولا الناس اللي ميكانيكيين وكهرباء ديال الماكينات ديال الآلات الكهربائية حتى هم مطلوبين وكذلك مدير مبيعات ديال المنتجات المجمدة كذلك غاد نتكلم لكم على جديد البونوس باكانسة الناس اللي كانوا سواء تسجلوا وما استفدوش أو الناس اللي ما تسجلوش وما استفدوش احنا عندنا لكم جديد ان شاء الله بإذن الله بخصوص انكم غاد نستفدو منه في الصيف يعني من هنا للصيف القادم كذلك غاد نتكلم لكم على واحد الشرح مبسط للديبيتشيام اللي خرجات الدولة البارح يعني نهار على اساس ابتداء من نهار ربعة ديسمبر هنا في ايطاليا وجميع الشروحات المبسطة اذا ما تنسوناش بالضغط على زر اشتراك وتفعيل الجرس ما تنسوش بعيد بعد الفاصل سنواصل اذا اول شي غاد نتكلم عليه اليوم هو الحالات الوبائية راه الحمد لله غادية في النزول اول شي اليوم 21.052 حالة اصابة بالوباء الوفيات 662 لزادة نزلت وكذلك حالات شفاء 23.923 يعني الفرق اصبحت 3533 ناقص 3533 الامور راه غادية مزيدة الحمد لله ان شاء الله راه غادية تنزل بإذن الله سبحانه وتعالى نمر للناس اللي بغاوا يخدموا ودائما قبل ما نتكلم لكم على هذا المزارع بالتجاج والمصانع دائما راكين بعد الاخوان والاخوات شفتهم كتبو بانهم راه متى تواصلوا ولكن راه متى ردوش عليهم بطب بعد الحال راه انت جرب حدك ارسل وعود رسل وعود رسل ما غا تخسر حتى شي حاجة وراه ربما غا يكون نهار غا يكتب عليك الله رزق غا يجي الحظ ديالك اذا هنا الشركة ديال فيلاني المعروفة يعني تأسات في 1940 يعني من الشركات المعروفة هنا في ايطاليا وهي راه في المنطقة ديال انكونا هات الشركة تتشتغل في الصناعات الغذائية وبالخصوص في الدواجين يعني هي اللي تدير من الالف الى الياء تدير التربية ديال الدواجين يعني عندها المصلخ وكذلك عندها تدير في التجميل اذا هي طالبة عمال في كل الانواع يعني من اول الى الاخير طالبة عمال في المزارع ديال الدجاج بشرط ان يكون عندهم من 30 الى 45 سنة اقل شي يكون 30 سنة واكتر شيء 45 سنة ويلا كان عنده الخبرة تكون احسن كذلك طالبين عمال في الصيانات ديال المصنع وهنا طالبين يكون ديبلوم قبل ما كلا ديبلوم ولا ايشي يعني تنتكرموا الى الباك وتكون عنده احد الخبرة تقريبا لا تقيل عن 5 سنوات في يعني في الاشغال ديال كهروميكانيكية لانه بطبيع الحال غادي يشتغل في الاهلات وكذلك هنا طالبين موديد المبيعات للمنتجات المجمدة الناس اللي عندهم خبرة في البيع في التجارة وتطلبوه هنا تكون عندك الخبرة من 5 الى 10 سنوات خبرة سابقة في المبيعات ديال الشركة الناس اللي عندهم شركات او لبروكاتشاد وردة فاري كل هذو عندهم الحق يتواصلوا مع الشركة وهي راح طالبهم على اسس انها تخدموا معهم يعني سواء نبيع هنا في ايطاليا وكذلك حتى خارج ايطاليا وكذلك تطلبوه على مدير البحث والتطوير الناس اللي غادي يعطيهم واحد افكار جديدة وغادي يوريو لهم اشنو يعني قادروا ديروه في التسويق وفي اشياء جديدة كين الناس اللي مختصين في التطوير وعندهم ديبلومات بشرط يكون عندك ديبلومات اذا طريقة تقديم الطالب انا دائما اخلي لكم الرابط التحت اذا هنا كما تشوفوا تتجي تضغط على الرابط اللي غدينتك سوف يخرجك في الصفحة اذا عندما تخرجك في الصفحة هم كاتبت لك افرتي دي لفورو او برايو أليفامنتي أفيكولي يعني الدواجين او برايو أليفامنتي هما لدينا الميكانيكيين وكذلك هذو الأربعة اللي نتكلم نعليم اذا انت انت من الاولين ناس او برايو العادي تتجي تضغط عليها بحالها كذا وتتجيل هنا اذا تريد ان ترى ماذا هو الأفرتي يعني ان تشارحوا هل قراءات زين دالا ريتشير كاندداتي سيريري كوميبرايي كونمينشيوني ديكوستوري يعني هنا تقول لك اشنو طالبين هما والشوروط وهذا اللي قتلكم انا من قبل اش هتدير تتجيل هنا وتتدير نوفو كوريكولوم ولا كانددادو جير ريجسترادو اذا كنتين تسبقلك وقدمت طالب لهم هما من قبل ركتتدخل لانا عندك الكردنسيالي لتتسجل بهم كنتين تجديد ركتد نوفو كوريكولوم هنا الشي يديرو تتسجل هنا واحد شوية تتحمل هنا هو تتعمر كل المعلومات ديالك الكونيومي يعني الاسم العائلي الاسم الشخصي انت يعني ذكر او انت العمالة العنوان واهم شي كونت تعطين معلومات دائما صحيحة ديالك وانت ما خاسر شيء يعني هنا رح بالمجان رتعمر المعلومات كاملك اعلمش باش عارفوا السيرة الداتية ودير بالك انت لما جاوبوك اعرف رأي عندك شيء خطأ في السيرة الداتية ديالك حاول تقوي السيرة الداتية زيد شوية رأي ماشي مشكلة ولو انت اشتغلت مثلا في واحد شركة اعطيهم واحد القوة خاصتك تعطين في الكوريكولوم ديالك قوة اذا ما اعطيتم شوية قوة رأي ما غير يجاوبوك تتعمر المعلومات ديالك وتتسجل اذا ما تقول ها هو تدير عناغرافيكا تجي هنا تدير إسبرانسه بروفيسيونالي اشنه يتجربة ديالك في الشغل تتختار انت شحال عندك دير الإسبرانسه من عام قبل من عام خمسة عشره تدير كل المعلومات هنا فورماسيون سكولات انت اشن مستوى الدراسي ديالك هنا لكل شانسه اشنه تتعرف وستعر اللغات يعني من غير الإيطالية اللغات الأجنبية راح مهمين دائما اللغات و هنا تقول لك ألترا انفرمي ربما انت ذلك الشيء اللي عندك ما لقيته هنا تزيد كتبو لهم اشياء اللي عندك يعني عبر على رأسك و في الاخر تجيل هنا و تدير انفياف هذه تدير اوكي في البرايفازي هنا تدير ذلك البارولي دور تدير واحد الباسورد يراه انت هنا تضعين كوريكولو و في الوقت تتسجيل معهم لماذا؟ لكي تتابع الدوصي راه ضروري الاخوان اللي كانوا دفعوا معاك كل شيء اذا اردتنا من قبل راه ضروري تسجل إلا ما تسجلتش انا ما قد سنجي يجاوبك في الايميل راك تتسجل وتدخل وتتبقى تتبع انت الطالب ديالك في نواسط هنا هم تقول لك و خلق لك انفياف كوريكولوم هنا ديرك بارولة دور يعني الباسورد الأول و هنا تتعودوا نفس الباسورد يعني هنا تتسجل بالايميل ديالك و بالباسورد وتدير انفياف كوريكولوم من بعد تدخل مني تتسجل تدخل هنا في هذه القاسة وتدخل تدير المعلومات ديالك في الايميل وتتبقى تتبع الطالب ديالك اذا بالنسبة للبونوس فاكانسة البونوس فاكانسة هذا كما تشوفو هنا في هذا الرسم انهم بالاخضر كما تشوفو بونوس انكورة ايروغاري يعني بقى 64% بقي الناس مقدموش لي يعني ما نجحش لهم البونوس ايروغاري الناس اللي يستفدو هما 15.4 فقط والبونوس ايروغاري يعني الناس اللي اخدو الكود ولكن ما استفدوش منه هرا 20.3 فاكانسة اذا كما تشوفو ان الفلوس ديال هاد البونوس فاكانسة ديال العطلة الصيفية مازال موجودين وما استفدوش منه الناس غير 15 فاكانسة فقط اذا اشنو دارت الدولة يعني وهذا خابر مزيان الاخوان اللي ما كانوا استفدو من قبل الدولة اشنو دارت زادت مدات في هاد البونوس والاستفادة الناس اللي كانت انسيتو البونوس ديال فاكانسة فيه 500 اورو بالنسبة للعائلات وهنا را قالوا ان تزيد تستعملوا سواء في الالبرغي يعني في الوطينات في الكمبيجي في فيلاجي توريستي يعني كل المدن السياحية في الاغروي توريزمو في ذاك البيت براكفست يعني غير تعشابيه في الريستورانتي وهذا يعني في كل المناطق السياحية اشنو دار الجوبيرنو الحكومة قررت انها غتزيد حتى شهر استق اخر شهر استق 2021 يعني هذا خبر جميل الناس اللي بغيوا يستافذوا راه مزيان وانا منهم استفدت منهم من قبل يعني كين الناس خلين يقدر استفد منهم راه مزيان وراه ما تتخلص حتى شي حاجة على حسب التالي ايام اللي بغيت بغيت تدير غير هذو كل ايام فقط راكت تستافذ بغيت تزيد تزيد 500 تورو ولكن ستدوز العطلة لديك حتى 30 في شهر استق 2021 اذا سنمرو الDPTM الDPTM الجديد الذي سيبدأ من البارح يعني منه ربعة في شهر 12 الى حدود 15 في شهر واحد ماذا تقول هذا الDPTM اول شي يا اول شي من جيهق الى جيهق ابتداء من نهر 2021 في شهر 12 الى استق في شهر واحد لا يوجد شهر واحد من جيهق الى شهر واحد من نهر 21 ديسمبر الى استق في شهر واحد اما انتظر من مدينة الى كوموني يعني من مدينة الى مدينة نهر خمسة وعشرين ونهر 26 في شهر 12 ونهر واحد يمكن هذا ما سملك والآخرك اللي اخرجت اختيق ما بين جيهق و جيهق يبدأ من نهار 21 في شهر 12 إلى الساق في شهر 1 أما من كوموني من مدينة إلى مدينة نهار 25 أو 26 في شهر 12 و كذلك نهار 1 في شهر 1 هذا ما تخرج حتى من كوموني ديالك الكوبري فوقو يعني الريستورات وهذا كلهم غادي يصدق من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة اللي كانت إلا باستثناء نهار ديال رأس السنة رأس من الساعة العاشرة إلى الساعة السابعة صباحا يعني إحتى الناس اللي غا يحتافلوا ما يقدرونش يخرجوا مع 12 ديال ليل وللقاه رأس يعطيوه خطيئة كذلك الناس قلك اللي غادي يجو من بره من الخارج الناس اللي مسافرين في المغرب في الجزائر في أي دولة اللي غادي يدخل من بعد 21 في شهر 12 رأس عندولو بليغو يدير عشر يام ديالكوارنتينة ماشي 14 يوم عشر يام ديالكوارنتينة اللي داخل من بره يعني من أي دولة من بره إيطاليا سواء في أوروبا أو خارج أوروبا النغوشيو المحلات غادي يبقوا حالين حتى الساعة التاسعة ليلا ابتداء من هار ربعة يعني من أمس البارح نحن اليوم خمسة بشهر 12 ابتداء من هار ربعة حتى ستة في شهر واحد يبقوا المحلات حالين من الصباح حتى الساعة التاسعة ليلا الساعة الكوميرشيالي يعني هذوك الساعة الكوميرشيال كلهم دائما كيفما كان في الأول سيبقوا سادين في نهار السبت والحد وفي أيام العوطان يعني ما غاديش يفتحون ابتداء من نهار ربعة حتى شهر 12 إلى خمسة عشر وشهر واحد يعني المدة هذه كاملة رائما سادين السبت والحد ونهار مثلا واحد الأيام ديال العوطان إذن كما ترى قالت شنوني إبرانسو دي ناطالي الناس يعني اللي تحتافلوا بالناطالي يعني بالعيد الميلاد ديالهم راه ما شي كين أنه مانعينهم ولكن تركوموندي يعني أن الدولة توصي باش أنه يحتافلوا غير الناس اللي عايشين في نفس الدار نوكليوفاميلياري اللي عايشين اللي عايشين اللي عايشين اللي عايشين تقول لك ما خصمش يتلاقاو في نفس المنزل كذلك الكوبريفوبو كما قلنا راه من الساعة العاشرة إلى الساعة الخامسة صباحا وأنا درتها لكم يعني بسرح بالصور باش الناس يزيدوا يفهموا أكتر من العشرة الليل حتى الخمسة الصباح كل شي ساد الرستورات والبيران اللي عندهم الماكلة ونهار واحد في الشهر يعني فرس العام حتى السبعة ديالصباح الناس عندهم خصم يديروا عشر أيام ما بين كوموني كوموني 25 و 26 و ديسمبر النهار شهر واحد ممنوع تخرج من كوموني ديالك أما من الجهات من 21 تسقط هنا سيكون كاظا الناس الذين عندهم الجوج دور يعني يمشي بحلل العربية و يمشي الجبال و هذا قال لك يمكن يمشي المنزل إلا كانوا في نفس الجهة في نهار 25 و 26 يمشي تنقل بتاتا خارج المدينة ديالك نهار 25 و 26 و 12 و نهار واحد في شهر واحد يمشي من المدينة ولو يكون اللي كان إلا إلا كان عندك موتيف قاهر يعني الخدمة ضرورية و أصلا نهار 25 و 26 لا يوجد الخدمة يعني لا يوجد سبب حتى التطبيب لا يوجد يعني مانعين منع 10 يوجد الكوارنتينة الشوبيين الناس اللي منعشاق تسوق را عندك المحلات حالين 39 الليل فقط والشنتر كوميرشال يساعدين السبت الحد الريستوران والبار والبيران كما قلنا را عند الناس يمشي غير ليفتزون جارلة يعني هذي باش نزيد نوضحها الناس اللي في المناطق السفراء هما اللي غادي مفتوحين عندهم الريستورات والبيران من هالربعة الناس اللي في الريستوران والبار غادي يكونوا غير في المناطق السفراء هما اللي مفتوحين من الخمسة السباح للسستة العشية كيف ما متعودين دابا بالنسبة للناس اللي في المناطق الحمران زونة روسية ولا في المناطق أرنشوني را ما عندهم مش الحق لا بيران ولا ريستورات كيف ما كان في الأول إلا لا سبورت يعني مفتوحين إلا 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 الفناديق سيبقوا مفتوحين ولكن ممنوع أنهم يعشون الناس وليجمعو الحفلات وليل الناس تنشط عندهم مانعين مانعا كليا حتى 31 باتاتا أنه من نهار ربعة ديسمبر إلى استقف شهر واحد ممنوع منعا كليا إلا التقسيم اللي مازال مطبق لحد الساعة هو المناطق الصفراء هما جيهة لاتسيو ليغوريا موليزي بروفينشا تونو مديترينتو ساردينيا سيشيليا وفينتو لزونيا رنشوني يعني المناطق البرتقالية بازيليكادا قلابريا إيميليا رومانيا فريولي فينيتسيا جوليا لومبارديا إيماركا بيومونتي بوليا إيلومبريا المناطق الحمراء هما لابروتسو كامبانيا توسكانا فاليدوستا البروبينشا أوتونوما دي بولزانو إذن هذا هو التقسيم دي الجهات إذن وفي الأخير ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللي بغي تواصل معنا سواء فالإنستغرام راه هو كما تتشوفوا هنا الجالية تراتينو عربية ولا في الفيسبوك جالية عربية إيطاليا هنا راه معكم الأخذ ياركم عبد الرحيم هنا دائما أي إخوان والأخوات إن شاء الله راه غادي أنا عارف كين مجموعة أسئلة كبيرة سواء في الإنستغرام وتنحاون نجدهد نجاوب كل واحد ولكن إن شاء الله بإذن الله غير عندي واحد شوية الأشياء سواء بالنسبة القوانين وسواء بالنسبة أي حاجة بغاو يديرها راه إن شاء الله بإذن الله غادي يرقوا الجواب ديالهم عندي وفي الأخير تنتمنى أنكم تشتركوا في القناة راكم دائما غادي تستافذوا وتسجلوا واللي بغي بارتاجي الفيديو مع الإخوان الأخوات مرحبا واللي عجبوا الفيديو يضغط لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا